أهلا بكم في الحادثة السابعة ثلاث متهمين اتفقوا مع بعض على تشكيل عصابة لسرقة المنازل في منطقة الخليفة وبعد أفضل خطة لتنفيذ جرائمهم وقرروا أنهم يسطوا على المنازل بأسلوب معروف باسم أسلوب التسلق وبعد يوزعوا الأدوار ما بينهم واحد بيرصد الشواء السكنية وبيحدد أنهي شقة مفيهاش حد عشان يسهل مهمة باقي المتهمين والتاني بيطلع على مصورة المية أو الغاز أو غيرها والتالت بيرقب الطريق قدر المتهمين خلال فترة قصيرة أنهم يسرقوا عدد كبير من المنازل وكان من بين المسروقات أجهزة لابتوب وفلوس وتليفونات محمولة وغيرها وغيرها أي حاجة كانت بيتيجي قدامهم ما كانوش بيسبوها وخاصة ما خف وزنه وارتفع سعره ولكن الجريمة ما بتدمش والمتهمين تم رصد نشاطهم من خلال أجهزة الأمن اللي قدرت تقبض عليهم ومعاهم كميات من المسروقات وبدأت كل حاجة تتكشف تدريجيا المتهمين اعترفوا قدام جهات التحقيق أنهم ارتكبوا أربع جرائم سرقة للمنازل وأنهم باعوا المسروقات واشتروا بجزء منها تليفونات وصرفوا جزء على احتياجاتهم الشخصية والباقي اشتروا بيه أرصدة إلكترونية خاصة بإحدى الألعاب على شبكة الإنترنت من خلال محل سايبر في المنطقة اللي هم عايشين فيها النيابة العامة فتح التحقيق مع المتهمين وبعد المجن عليهم ما تعرفوا على الجناه صدر قرار بحبسهم أربعة أيام على زمة التحقيقات أجهزة الأمن بزلت مجهود كبير خلال الفترة الأخيرة في الإقاع بالمتهمين في قضايا الإضرار بالمال العام ونجحت أجهزة الأمن في القبض على مديرة جمعية استهلاكية بعد ما ثبت من خلال التحريات تورطها في جريمة اختلاص جريمة اختلاص وإضرار بالمال العام واتضح من خلال التحقيقات اللي أجرتها النيابة العامة أن المتهمة استغلت طبيعة عملها كمديرة للجمعية واختصاصها الوظيفة أثناء فترة عملها بالمجمع الاستهلاكي ولأنها كانت مسؤولة عن استلام البضائع اللي بيتم توردها للمجمع وبيعها للمواطنين وتوريد قيمتها لخزينة الشركة قامت هي بايع البضائع من عهدتها وخدت الفلوس حطتها في جبها وفص ملح وداب محدش بقى عارف الفلوس راحت فين لحد ما التحريات أثبتت تورطها النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمة الإختلاص والإضرار بالمال العام وأصدرت قرار بحبسها المستريحين الصداع اللي ما بينتهيش وياريت حد بيتطعز أو بياخد باله راجل في الربعينات من عمره نجح في إخناع عدد من الضحايا باستثمار فلوسهم وتشغيلها في مجال المؤولات والإنشاءات وبالفعل قدر بحكم مهامش الربح الكبير اللي وعد بيه ضحايا إنه يجمع ملايين الجنيهات من عشرات ومئات الضحايا شهر والتاني كان بيسدد لهم الأرباح ولكن بعد فترة امتنع عن السداد وفيد اللي ماطل فيهم لحد ما اختفى خالص وحدش بقى عارف هو راح فين بدأت البلاغات تتوالع على جهزة الأمن من الناس الغلابة اللي شاء عمرهم ضاع اللي منهم بقى حتة أرض واللي اداله تحويشة عمره واللي بقى حتة السيغة اللي حلتها وبدأت أجهزة الأمن تعمل تحرياتها وقدرت إنها تحدد مكان المتهم وتقبض عليه وتحال النيابة العامة اللي فتح التحقيق معاه وأصدرت قرار بحبسه دي كانت أبرز الجرائم اللي وقعت أحداثها خلال الأسبوع اللي فات